نعرف أننا هدف رئيسي للنظام الإيراني الوصول لقبلة المسلمين هدف رئيسي للنظام الإيراني لن ننتظر حتى تصبح معركة في السعودية بل سوف نعمل لكي تكون معركة لديهم في إيران وليس في السعودية سريعا يحضر كلام ولي العهد السعودي خلال متبعة الهجوم الإرهابي الذي هزى العرض العسكرية في الأهواز كلام محمد بن سلمان يعود إلى أيار مايو الماضي فهل بدأت الترجمة الآن؟ في الواقع الترجمة على ما يبدو بدأت منذ التحام العقد الثلاثي السعودي الأمريكي الإسرائيلي فقبل بن سلمان كانت هناك التصريحات المتتالية للسقر الجمهوري المتشدد جون بولتون الذي دعا إسرائيل مرارا إلى ضرب إيران على أن تساعدها واشنطن في مهمتها وهي صحيفة معارف الإسرائيلية تقول منذ أيام إن هجمات سلاح الجو والاغتيالات التي تنسب إلى المساد في سوريا لم تكن أكثر من قرصة ذبابة هدفها صنع العنوين الإعلامية وعلى ما يبدو انتقلنا إلى أكثر من العنوين الإعلامية وسقطت الدماء البريئة في إيران إن هجوم الأهواز الإرهابية هو في الواقع واحدة من عشرات العمليات الأمنية الإرهابية التي نجحت طهران في إحباطها فهل هذه هي خطة تغيير السلوك الإيراني التي قال مايك بومبيو إن ترامب وضعها عقب الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي؟ أم هي سياسة تغيير النظام في إيران التي تعتمدها الإدارة الأمريكية الحالية على حد قول جون كاري في حديثه لكريستيان أمانبور قبل أيام لعل صحيفة ذهل قالتها بوضوح ومذ أيام أيضا عندما رأت أن على إدارة ترامب مساعدة الأقليات في إيران لتغيير النظام هذه المؤشرات وغيرها تشيي بأن إيران أصبحت هاجسة لإدارة الأمريكية الثابت الذي ينذر بالمزيد من التدخل والفوضى التدخل والفوضى هما سلاح المعسكر الذي يخفق في الميدان والسياسة فيلجأ إلى الإرهاب إخفاقات أمريكا ومن معها في كل من سوريا والعراق ولبنان لابد من أن تترجم فوضى ولعبا على وتر الفتنة الطائفية كضرب ما يعرف ببيئة المقاومة مثلا في العراق الفوضى من الداخل بكل وجوهها من إرهاب وفتنة ودماء هي سلاح المرحلة مقابل انتصارات محور المقاومة دول خليجية تقف وراء الهجوم الذي استهدف أمس العرض العسكرية في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران اتهام واضح أطلقه الرئيس الإيراني واصفا تلك الدول التي لم يسمها بالعميلة لواشنطن وبأن الأخيرة توفر الظروف اللازمة للقيام بمثل تلك الهجمات بكل تأكيد فإن إيران لن تسكت على هذه الجريمة وواضح بالنسبة لنا من قام بها والمجموعة التي نفذتها وبأي جهة ترتبط والجهات التي تتبجح على المستوى الدولي بملف حقوق الإنسان يجب عليها تحمل مسؤوليتها فيما حدث أما الدول العميلة في المنطقة فالولايات المتحدة الأمريكية هي من تدعمها وتحركها وتوفر لها الظروف للقيام بمثل هذه الجرائم لم تكتفي إيران بتصريحات روحاني رئيس هيئة الأركان محمد باقري قال إن على بعض مسؤولي دول المنطقة إعادة النظر في سلوكياتهم ضد إيران وإلا فأن القوات المسلحة الإيرانية تحتفظ لنفسها بحق الرد وبشكل مدمر على أعداء الشعب الإيراني على حد وصفه مواقف صاحبها استدعاء الخارجية الإيرانية القائمة بالأعمال الإماراتي في طهران ووفقاً للمتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي فأن طهران وجهت تحذيراً شديداً للقائم بالأعمال الإماراتي بشأن دعم هجوم الأهواز أضاف قاسمي أنه من غير المقبول أن يبقى تأييد بعض مراكز القرار الرسمي الإماراتي للإرهاب دون محاسبة كما وصف تصريحات بعض المستشارين الرسميين الإماراتيين بشأن هجوم الأهواز بغير المسؤولة وكانت السلطات الإيرانية استدعت أيضاً سفيري الدنمارك وهولندا والقائمة بأعمال استفارة البريطانية لدى إيران متهمة الدول الثلاث بإيواء أعضاء في جماعة تحرير الأهواز المسلحة وكان أكثر من عشرين شخصاً معظمهم عسكريون قتلوا أمس في هجوم مسلح استهدف عرضاً عسكرياً في مدينة الأهواز نفذه أربعة مسلحين قتلوا جميعاً وقد تباينت الروايات بشأن تبني الهجوم إذ أعلن كل من تنظيم الدولة وما تعرف بحركة النضار العربي لتحرير الأهواز مسؤوليتهما عنه روايات متعددة لهجوم حملت إيران دولاً خالجية المسؤولية عنه لكن الأكيد أن ما جرى في الأهواز وما تبعه من اتهامات يزيد من تعميق الأزمة الإقليمية اشتركوا في القناة